بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الزنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الزنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الزنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الزنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسيك وأسألك بجودك وكرميك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذلل خاشي أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقة وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرات قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا لو نشرتا اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامري فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مبزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إيايا في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمي وسالف بالركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك وأعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتا أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلم إلى البلاء من كفيتا ورحمتا وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتصلت النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوانح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهلي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطيك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبد الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكوه ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي وهبني صبرت على حر ناري فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيفين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتي ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوديتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبا وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يجتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشده لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحتك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلثنا قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوه إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرت وبالقضية التي حتمت وحكمت وغلبت من عليه أجريت أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمين أجرمت وكل ذنبين أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهلين عملت كتمت أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدود على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي مصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء إرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا شكرا شكرا